اهلا بكم اصدقاء صديقاتي في كل مكان ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجنا تبسيط العلوم النهاردة بنتكلم عن مادة الفيزياء للصف الثاني السنوي الترمي الثاني وفي حلقة سابقة كنا معاكم حول الكسافة النهاردة يمكن أن نستكمل باقي جزء الخاص بالكسافة وسنجري مراجعة على هذا الفصل بالتحديد مادة الكسافة والنهاردة معانا مستر محمود عامر علي خبير مادة الفيزياء بوزارة تربية والتعليم اهلا بحضرتك سعادت بوجودة مع حضرتك بإذن الله النهاردة فعلا هنكمل موضوعنا الخاص بالدينستي وهندرس تكملة موضوعنا اللي فات وهنبتدي او نعمل مراجعة بسيطة جدا في الاخر النهاردة عزيزي الطلاب زي ما قلنا موضوعنا خاص بالدينستي الكسافة تكملتها احنا وصلنا اخر حاجة في قولنا مين كونسكس كده عندنا اول كونسكت تعلمناه من الحسه اللي فاتت ان الدينستي is a conistant value doesn't change by changing the mass or the volume ان الدينستي دي شيء ما بيتغيرش مهما يتغير حجم المادة ولا كتلتها يعني طالما نفس المادة الدينستي سابتة زي ما قلنا الدينستي بتاع حتة حديد زغيرة قد الدينستي بتاع حتة حديد كبيرة مش هيفرق واي مادة نفس النظام ده قلنا ان الدينستي بتبقى بالكونستان للليكود والسوليدз بس يعني هي خاصية مميزة للمواد الي هي الكودز والسوليد بس يعني المثالs كلهم او المواد السوليدز كلها ليها دينستي معينة ما بتتغيرش الا لو بتغير فاكتور واحد اللي هو قولنا التمبريتشور ونقدر نقول او الماتيريال يعني. لكن اهم حاجة بتغير. قلنا ان. قلنا حاجة مهمة تانية ان الجازس ملهمش معينة. لان الجازس ملهمش فوليوم. احنا قلنا جازس ملهمش فوليوم. يعني ما ينفعش اجا اقول لك. كزا لأ. مفيش. لان الهواء ملوش كسافة معينة. كسافته مرتبطة بالكومبريسين بتاع او الفوليوم اللي هو شغله. لانهم زي ما قلنا هم بقدروا يغيروا حجموهم بسهولة. فبالتاني ما لهمش كسافة معينة. لكن كل ما يحصل لهم باك اوب. كل ما يتجمعوا. كسافتهم تزيد. كل ما لهو ده عليه او كومبريشن عليه الضغط اللي عليه قل كل ما كسافته تقل. فمن حيث الحتة دي قلنا فيه جرافين مهمين يا ريت نرسمهم مع بعض كده ونشوفهم. اول حاجة لو انا قلتلك عايز ارسم جراف ما بين وحجمها. يعني كل ما غير حجم المادة او الماس برضو. كل ما غير الماس او الفوليوم. يا ترك كسافة هيجرالها ايه? واحد يقول لي ان مع الماس وانفيرسي مع الفوليوم. اقول له لا احنا اتفقنا ان هي كونستانت. لو بتتغير لو الماس اتغير ولا لو الفوليوم. اذا هبصة لقى الريليشن line parallel to the x axis. كسافة شيء ثابت. لا بتزيد ولا بتقل. تاني جراف عندنا. لو انا حبيت ارسم جراف ما بين الدينستي. لو عايز ارسم جراف. بيوضح للعلاقة من بين الدينستي والتمبريتشر. الريليشن هتبقى الريليشن. لان احنا قلنا الدينستي تبقى الريليشن مع التمبريتشر. ده اهم جرافين كنت عايز اتكلم عنهم ان الدينستي ما بتتغيرش. مهما يتغير الماس والفوليوم لكن هي مع التمبريتشر. احنا قلنا يا اعزائي الطلاب اهم فلويد عندنا هو مين? مين اهم فلويد اعزائي الطلاب? تعالوا نفكر كده. مين اهم فلويد عندنا? اهم فلويد عندي عزيز الطالب هو الووتر. قلنا الدينستي بتاعت الووتر 1000 كيلو جرام كيوبيك ميتر او 1 جرام كيوبيك سانتيميتر. فبالتالي ظهر مفهوم جديد اسمه ازاي? الريلاتيف دينستي. طب ايه هو مفهوم الريلاتيف دينستي? الريلاتيف دينستي اعزائي الطلاب بشكل بسيط هو ان انا بقارن الدينستي بتاعت اني سابستانس دو دينستي اوف ووتر. اللي هي 1000 كيلو جرام كيوبيك ميتر. واخد بالك. كسافة المية 1000 كيلو جرام كيوبيك ميتر دا لو كل ما المية يضف لها. الدينستي بتاعتها بتختلف. فعشان كده بنقول ان الدينستي اللي هي 1000 كيلو جرام كيوبيك ميتر دا دينستي اوف زا بيور ووتر. طب ايه الريلاتيف دينستي قولنا ان انا بقارن الدينستي بق endeavor. او هقول هي الراتيو مبين الماساب سابستانس بس شرط يعن انا اللي فوقه واضحة بقول هي ان انا بقسم الدينستي بتاعت اي سابستانس تو زا دينستي اوف ووتر يعن بقسم من اخر الدينستي بتاعت اي مادة على الالف. يعني زي لو انا جيت قلتلك زي دينستي افود سكس هندرد كيلو جرام كيوبيك متر. طب يبقى الريلاتف دينستي اقسم السكس هندرد على دينستي افزا ووتر. اللي هي سكس هندرد افر ساوزند. اللي هي تبقى او بوينت سيكس. اول حاجة الريلاتف دينستي هنلاحز رمزها هو رو. بس وفقية هداش شايفين? يعني الدينستي بس هي رو. لكن لو الدينستي. الرو حطيت في الهداش شبقى انا هنا بتكلم على الريلاتف دينستي. وقلنا هي الريشو بتوين اي تو سابستانس. هاف اه ريشو بتوين زا دينستي افزا بستانس وزا دينستي اففوتر. او الريشو ما بين الماسو في سابستانس وزا ماسو في فوتر. بس ده القانون تحت ده ما استخدموش. غير لو انا اتأكد. ان زي هاف زا سيم فوليوم. ان اللي اتنين ليهم نفس الفوليوم. يبقى انا القانون اللي تحت ده بس تخدمو. لو اتأكدت ان المادة دي والمية ليهم نفس الفوليوم. فبالتالي اقدر اقول الريلاتف دينستي هي الريشو ما بين زا ماسو زا سابستانس تو زا ماسو زا سيم فوليوم اففوتر. ات زا سيم تنبريتشار. تعالوا نفكر في قوانينها كده. يبقى الريلاتف دينستي معناها ان انا نقسم الدينستي اف سابستانس افر ساوزان. ايه الساوزان دي? اللي هي الدينستي اف زا ووتر. او القانون قصادنا اهو الريلاتف دينستي دي؟ اللي هي رو دايش. بتساوي. دينستي اف زا سابستانس تو زا دينستي اف ووتر. يعني انا لو عايز احسب الريلاتف دينستي اف اويل. هتبقى دينستي اف اويل. الريه ديفايد افتا. يعني انا ال ديستي بتاعت الووتر دي. اللي هي نقدر نستبدلها بكام اعزاء الطلاب. نقدر نستبدلها. بساو. زاذانت. يعني انا ممكن اقول بس من دينستي بتاعت المادة على. ساوزانت على الف. وهي ratio ما بين density of substance to thousand او mass of the substance to the mass of the water لس قلنا قانون الاخير ده ما ينفعش أستخدمه غير لو كانوا الاتنين اليوم نفس have the same volume يبقى is the ratio between the mass of substance to the mass of the same volume of water يجي سؤال يقول لي طب يا طرع ايه الميجرينج يونت يا طرع ايه هي اليونت اللي بتيسر الريلاتف دينستي هقول لك الريلاتف دينستي has no measuring unit ليه طيب لان هي ratio من حكتين من نفس النوع يعني لو اسمت ماس على ماس كي اني بقسم كيلو جرام على كيلو جرام فمش هيبقى في measuring unit اسمت دينستي على دينستي ما قلتني اليوم نفس الميجرينج يونت فهيطيروا مع بعض يبقى نقدر نقول ان الريلاتف دينستي has no measuring unit عشان هي ratio between two similar quantities طيب تعالى نشوف بقى application on the dynasty ده مهم جدا احنا عرفنا عن ايه دينستي ويعني ريلاتف دينستي طب تعالى نشوف application on the dynasty عايزين نشوف شوية تطبيقات على الدينستي ايه هي شوية التطبيقات اعزائي الطلاب اول تطبيق application معناها uses يعني انا لما اتكلم على تطبيق على الحاجة اقصد استخدامها ايه هي استخدامات الدينستي احنا قلنا اول استخدام للدينستي هو shake the purity of the substance بتاكد من نقاء المادة لان كل مادة اللي هي fix the dynasty فبالتالي اقدر احسب الدينستي بتاع اي مادة في الدنيا واشوف هل هي كمية الدينستي اللي انا عارفها ولا لا لو ايه يبقى المادة دي نقية مش مخلوطة باي حاجة تانية لو لا يبقى المادة دي ما هياش pure دي مخلوطة بشيء تاني هنتكلم بقى عن استخدامات هم هم استخدام عندي هنا هو الميديكال يوزيس او الميديكال دينستي او ان انا ميديكال ابليكيشنز للدينستي اقصد يعني اقصد استخدمات طبية للدينستي زي ما بنقول ان كل مادة او كل سائل في الدنيا ليه دينستي معينة ما بتتغيرش هقولك حتى السواء اللي جوا جسمين يعني احنا اهم فلويد او اهم ليكويد كسافة الدم كسافة الدم الطبيعية كان من 1040 الى 1060 كيلو جرام كيو بيك ميتر كسافة الدم بتاع الشخص السليم هي من اول 1040 لغاية 1060 كيلو جرام كيو بيك ميتر يبقى دينستي او زي هيلسي بيرسون كسافة الشخص الطبيعي تكون من اول 1040 لغاية 1060 ما بين 1040 لل 1060 اللي هي 1040 و 1060 كسافة دمك تبقى طبيعية طب لو نفترض ان الفاليو زي ما هو كاتبلي على الشمال كده بيقوللي مور زين زيت فاليو لو انا حسبت كسافة دمي ولقيتها اعلى طب لو حسبت كسافة دمي ولقيتها اقل افت مور زين افت از مور زين زيت فاليو وقلنا الفاليو دي بتاعت الهيلسي بيرسون تاعت الشخص السليم كسافة دمي الشخص السليم 1040 لغاية 1060 دي دي الافراج دينستي او زي هيلسي بيرسون طب لو لقيتها اعلى من كده او اقل لو اعلى من كده يبقى انت عندك هاي كونسنتريشن او ار بي سي عندي كسافة انت عندك هاي كونسنتريشن او ريت بلاد سيلز عندي خلايا دم حمره بشكل اكتر طب لو اقل من القيمة دي يبقى انا عندك هاي كونسنتريشن او ار بي سي عندي خلايا دم حمره اقل وده طبعا بيوضح لي ان انا عندي انيميا مرض الانيميا يبقى ده ميديكال يوز استخدام طبي للكسافة ان انا بقيس كسافة دم الشخص لو من اول 1040 ل 1060 يبقى ده هيلسي بيرسون اقل من اعلى من كده يبقى عندك هاي كونسنتريشن او ار بي سي وده علامة لبعض الامراض الخطرة اقل طبعا ده لو كونسنتريشن او ار بي سي وده بيجيب مرض الانيميا طب ما تعالوا نشوف ميديكال فانكشن تاني للدينستي الدينستي او زي يورين فور زهيلسي بيرسون اس تين تويني يعني كيوبيك ميتر كسافة اليورين بتاع الشخص الطبيعي عشرة عشرين او الف وعشرين يعني اقصد طب لو قتنا كسافة اليورين لقناها اعلى من القيمة دي يبقى الشخص ده عنده هاي كونسنتريشن اوف سولتس عنده نسبة الاملاح اللي في جسمه عالية ودي طبعا مرض من الامراض الخطيرة اللي بيقدل هشاشة العظم وبيدمر عظم الجسم وبيقدل ارتفاع الضغط وامراض تانية كتير يبقى انا عن طريق كسافة السوائل اللي في جسمك قدرت اعرف امراض معينة واخد بالك من الابليكيشن ده مهمة جدا في الامتحان بيبتدي يلعب بها في اسئلة كتير جدا جزء النظري ده يبقى انا عن طريق كسافة الدم اللي في جسمك اقدر اعرف امراض زي الانيميا زي الاملاح زي امراض تانية كتير مش بس كده في استخدام تاني تشيك ذا استيتوف زا كارب باتري اقدر اتاكد من بطارية العربية هل بطارية العربية دي مشحونة ولا مش مشحونة طب ازاي اولا الكارب باتري او بطارية العربية بزات القديمة كان بتتكون من بوكس البوكس ده عبارة عن فيه اه حاجة اسمها الاكترولويت الاكترولويت ده اللي هو السلفوريك اسد سائل اسيدتي او سائل اسيدك سيليوشن يعني سائل حمضي اللي هو السلفوريك اسد اللي هو الاتش تو اس او فور بيبقى جوه البوكس ده قطبان من الرصاص لابي بي فبالتالي لما يحصل بيبتدي الاس او فور او السلفات جروب يزيب يسيب الاتش تو اس او فور ويبتدي يروح يلزق عند اللي فبالتالي بيلاقي كسافة الاكترولويت قلت لما توقف التفاعل وتوقف تشغيل الباتاري يبتدي السلفات التاني يرجع للالكترولويت فبالتالي اقدر اعرف العربية مشحونة ولا لأ حسب كمية الاس او فور اللي في السلفوريك اسد كسافة السلفوريك اسد قد ايه اشوفها دي اس او فور دي بتوضح كسافة الالكترولويت الالكترولويت هنا اللي هو السائل الاسيدك سوليوشن اللي هو السلفوريك اسد ده لو البطارية مش مشحونة يعني ما اشتغلتش بقالها فترة بتلاقي ان الدينستي بتاعت الالكترولويت عالية لان السلفوريك اسد لسه ما تفككش وتفاعل مع الليد مع الرصاص لو انا لقيت الكسافة بتاعت الالكترولويت قليلة معنى كده ان الباتاري دي دي ستشارجت مش مشحونة هتخلص عشان السلفوريك اسد اللي جواها اتفكك خلاص جزء كبير منه وبتدى يتفاعل مع الليد بليدس لما بتسيب الباتاري بترجع الباتاري اللي حالتها العادية تاني وكسافة الالكترولويت ترجع كبيرة تاني يبقى انا ازاي اتاكد كده نشوف على السلايز اللي مجاهزين على ازاي الطلاب ازاي اتاكد من حالة بطارية العربية قلنا ان انا بقيف كسافة الالكترولويت السائل اللي جواها ده او السلفوريك اسد اللي جواها عندي احتمالين نبص على الشرايح كده مع بعض ونشوف ايه من الاحتمالين اللي موجودين عندي يلا كده نبص على السلايز ازاي الطلاب لو لقيت هاي دينستي اوفزا الكترولويت كسافة الالكترولويت ده عالية يبقى ساعتها هقول ان الباتاري مشحونة لكن لو مش عالية يبقى الباتاري ديس اتشارجت يبقى الباتاري بتكون اتشارجت لو لقيت ان كسافة الالكترولويت او السلفوريك اسد او الاسيد اكستليوشن اللي جواها عالي لو لقيت كسافة السلفوريك اسد دي قليلة معنى كده ان الباتاري مش مشحونة ودول اهم اتنين اتنين للدينستي عندنا تعالوا نبص مع بعض تاني اللي عايزكم تركزوا معايا هنا احنا قلنا كده الابليكيشن للدينستي تعالوا نبص مع بعض ركزوا معايا انا نشوف مع بعض اعزائي الطلاب احنا قلنا الدينيستي ليها ابليكيشن كتير ايه هي الابليكيشن اعزائي الطلاب قلنا من اهم الابليكيشن اللي احنا بنتكلم عنها واحد اول ابليكيشن بنتكلم عنها هي اه بصوا معايا كده ركزوا معايا انا بشرح كده اول حاجة بتأكد من نقاء اي مادة تاني حاجة ان في ميديكيشن استخدام طبي ان انا اكتشف بعض الامراض تالت حاجة شك زاستيتو زاكار باتري انا بجهز لكم فيديو بيتكلم عن حكاية دي هن اول ما جهز الفيديو هنبتدي نشغله مع بعض فبنقول اعزائي الطلاب ان انا دلوقتي عن طريق حالة دينستي بتاعت الالكترولويد اقدر اعرف هل الباتري اللي موجودة عندي مشحونة ولا لا تعالوا نشوف مع بعض الفيديو اللي احنا مجهزينه ده ده بيتكلم طبعا على الاسيديتي افزا كارب باتري وبيشرح لنا كارب باتري بتتكون من ايه ومصنوع ايه تعالوا نشوف مع بعض كده ده الكارب باتري بشكل عام بيبقى فيها ليد بليتس شايفين ليد بليتس وبيبقى فيها ليد دايوكسايد ومنحط فيها سيليوشن السيليوشن ده 65% من تركيب السيليوشن ده مية و35% منه سالفوريك اسيد يعني باختصار معين سالفوريك اسيد دايليوتيد والسام موتر يبا هو ده بنقول عليه الالكترولويت الالكترولويت ده هو اسيديك سيليوشن بيكون من 35% سالفوريك اسيد and 65% of water الاتنين مع بعض دول بنقول عليهم الالكترولويت وهنا طبعا البوستف بول والنيجيتف بول لما التفاعل بيتم ادي شايفين الليد بليتس وكطبان الليد والناحية تانية بيبقى فيه ليد دايوكسايد بليت برضو السالفوريك اسيد ده الالكترولويت اللي بيبتدي ينقل ويشغل الكهرباء اول ما البتري بتشتغل شايفين السالفوريك اسيد بيبتدي يحصل له ايونايزيشن يتفكك السالفيت لوحده والهايدروجين ايون لوحده زي ما احنا شايفين كده ادي شايفين السالفيت ساب الليد وشايفين السالفيت راح لمن للليد والبوست في هيدروجين راح ليمين للليد اوكسايد فراح كون مية والسالفيت راح اتفاعل مع الليد تعالى نعيدها دي تاني مهمة جدا يبقى اثناء التفاعل الالكترولويت بيبتدي يتفكك فلما يحصل له ايونايزيشن او يحصل له عاملية التفاكك كده كسافته بتقل لان السالفيت سابه وراح قعد مع الليد فبتقل الهايدروجين راح مع الليد اوكسايد خد منه الاكسجين وكوين لي ووتر والسالفيت ساب السالفيت الالكترولويت وراح اتفاعل مع الليد فساعتها مع الوقت بتبتدي تقل كسافة السائل اللي في النص ده اللي هو المحلول الحمدي ده بتقل كسافته ليه بتقل كسافته لان السالفيت اللي جواه سابه السالفيت اللي جواه سابه وراح اتفاعل مع الليد فبنبص نلاقي كسافة الالكترولويت بتقل وبالتفاعل ده بيبقى زي ما بنقول شايفين السالفيت تتفاعل مع الليد وكون لي الليد ايه سالفيت كون لي الليد سالفيت زي ما احنا شايفين التفاعل ده اعزائي طلاب بيبقى تفاعله وعكسه يعني ايه يعني لو البطارية مش شغالة هيبتدي السالفيت تاني يسيب الليد معايا بقى معايا في الجزئية دي عيبتدي بقى السالفيت يسيب الليد ويرجع السليوشن تاني فساعتها كسافة السليوشن تبتدي تزيد تاني ودي نهاية الفيديو اللي معانا ونرجع نتكلم مع بعض تاني عن اهم النقط اللي احنا قلناها هي اهم النقط يلا نبص معايا كده تاني انا معايا دلوقتي من الدينستي اقدر اكشف بيها عن حالة الكارب باتري طب ازاي اقدر اكشف بيها عن حالة الكارب باتري زي ما قلنا اعزائي الطلاب اقدر اكشف بيها عن حالة الكارب باتري عن طريق الدينستي بتاعت الالكترولويت اللي جوه لو الالكترولويت اللي جوه ده الدينستي بتاعته قليلة يبقى معنا كده ان الليد سالفيت ده تفاعل السلفوريك اسد تفاعل مع الليد خلاص فكسافة السلفوريك اسد قلت يبقى كده الباتري شغالة بقالها فترة يبقى دي مش مشحونة لكن لو جيت است كسافة الالكترولويت او السلفوريك اسد ولقيتها عالية يبقى معنا كده انت بتتكلم في ايه? ان لا ده انا كده دي او دي مشحونة كويس جدا جدا جدا. هناخد شوية اسئلة اللي بجهزها لكم برضو كده. نبص مع بعض كده اعزائي الطلاب للاجهزة اللي هنجهزها دلوقتي ونسأل فيها. تعالوا نشوف اهم الاجهزة الاسئلة اللي ممكن تقابلنا. يلا كده نشوف مجموعة اسئلة بسرعة كده. تعتمد على المنتل كلها. مجهزين اسئلة كلها منتل. ما فيهاش اي نوع من انواع او الحفز او الكلام ده كله. بنقول زدق احنا قلنا ان انا بقسم الدينستي بتاعت المادة على يبقى الدينستي بتاعته كام? والفوليوم كام? الدينستي طبعا معناها ان انا اضرب الدينستي في الدينستي بتاعت الووتر. يعني اضرب الو بوينت سيكس في هندرد. والفوليوم يبقى اقسم الماس على الدينستي اللي هي دينستي بتاعت السائل ده سيكس هندرد. لاني بدرب الو بوينت سيكس في ساوزند. ولو انا عايز احسب الفوليوم هيبقى الماس على الدينستي زي ما بنقول. وطبعا سؤال تاني مهم جدا ده منتل سؤال ذكاء بس ما فيوش اي نوع من الحفز. بيقولي مواد مختلفة مصنوعين من مواد كسافتها مختلفة. كلهم ليهم نفس الماس. بس الفوليوم زي ما احنا شايفين مختلفة. بيقولي خلي بالك اقرأ السؤال لاخره. ده ان كل نقطة فيه بتبقى واصعب من الاول. بيقولك ان انا عايز اعمل لهم ارنجمنت. ادي اول الكريكة. عايز اك ترتبهم لي. حسب الدينستي. طب المواد دي قال لي ما لها. قال لي. مصنوعين من مواد مختلفة. يعني الدينستي بتاعتهم مختلفة. لكن كلهم ليهم نفس الماس. فبالتالي راتبهم لي حسب بالدينستي. اذا هما مختلفين في الفوليوم. فهنقول ان الريليشن اللي تجمع الدينستي بالفوليوم هي انفيرسلي ريليشن. الدينستي انفيرسلي ريليشن مع الفوليوم. فالمادة اللي عندها فوليوم اكبر يبقى عندها دينستي اقل. يبقى انا هنا كأن بقولك راتبهم لي من الفوليوم. يعني انا لو بصيت من المادة اللي عندها دينستي اعلى اكيد سي. لان هي اصغر فوليوم. فبالتالي كسافتها اعلى. دي ان الدينستي والفوليوم انفرسلي طالما مواد مختلفة. طب من المادة اللي عندها دينستي قل? هي المادة دي? اذا بيقول لي رتبهم لي. حسب الدينستي. رتبهم لي من الزغير الكبير حسب الدينستي. يبقى كأن كده بقول رتبهم من الفوليوم ان دي سيندينج اردر. الكبير للزغير. اللي هي دي بي اي سي. يبقى اقل المادة في الدينستي هي دي. لان الفوليوم بتاعها كبير جدا. الفوليوم عكس الدينستي خلي بالك دايما المادة اللي كسافتها قليلة حجمها بيبقى كبير. زي ان لو روح تجيب كيلو حديد وكيلو اه 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 اش مسلا او كيلو قطن. هتلاقي الكيلو القطن دا ما اديك شنطة مليانة. لكن لو جبت كيلو حديد هيديك حتة صغيرة جدا. لان الفوليوم مع الدينستي. فبالتالي دي هي اقل دينستي تليها بي تليها ايه? تليها سي. يبقى الترتيب الصح دي بي اي سي. دي بي اي سي. بدا اسأل بسيط جدا سهل جدا بس في افكار حلوة جدا. بيقولي مختلفين في الفوليوم لكن عندهم ديفرانت ماسز. فبيقولي if the ratio between their masses a to b to c to d is one two three four. لو النسبة ما بين الماسز بتاعتهم one two three two four. عايز الرش هو ما بين الدينستي. يبقى هنقوله بسيطة جدا. الدينستي direct proportional مع الماس. فهتبقى one two three two four برضو. مفيش اي مشاكل. طب مين اعلى هم في الدينستي اعلى هم في الماس. بما ان دي عندها اعلى ماس. دي بقى اكيد هي عندها اعلى دينستي. السؤال اللي بعده بيقولي the following graph shows the relation between the mass and its دينستي. يا ترى مين الجراف المناسب اللي بيوضح لي العلاقة ما بين الدينستي بتاعه. a material and its mass. هل الجراف الاولاني والجراف الاولاني طبعا direct relation. هل الجراف التاني والجراف التاني inversely relation ولا الجراف الاخير ان هو بيقولي no relation. ان الدينستي is fixed. طبعا الاجابة هتبقى the last graph. عشان الدينستي is constant doesn't bend on the mass. طيب. جايب لي cube box. its mass is 0.5 كيلو جرام. and its dimensions is 5 سنتيمتر 2 سنتيمتر 10 سنتيمتر. هنا طبعا ال dimensions تعني a length width and height. فبيقول لي length 5 سنتيمتر. width 2 سنتيمتر. height 10 سنتيمتر. so it's dynasty equal. هنقول له ده سؤال جميل جدا وبسيط جدا. الاول حاجة هروح اجيب الفوليوم اللي هي length by width by height. بس طبعا هم يديني length and width by height بالسنتيمتر. فاقسم كل واحدة منهم على 100. عشان اجيبها بالميتر. يعني 5 دي هتبقى 0.05 متر. وال2 سنتيمتر هتبقى 0.02 سنتيمتر. وال10 سنتيمتر هتبقى 0.1 متر. فهتبقى 0.1 times 0.02 times 0.05. يبقى الفوليوم 1 times 10 power negative 4 متر كوب. فانا كده جبت الفوليوم. طيبه دنسي ما سوفر فوليوم. يعني 0.5 divided 10 power negative 4. يبقى الانسر هنا هيبقى كام اعزائي الطلاب. 5000 كيلو جرام كوبك ميتر. وده الانسر هيبقى. انسر 2. 5000 كيلو جرام كوبك ميتر. وبقى كده فعلا جاوبتها. جاوبت. بروبلم 5. بروبلم 6. بيقولي if the mass of empty tank is 3 كيلو جرام. انا عندي tank وزن وفاضي كان 3 كيلو. جرام. and its mass if it is filled with water is 50 and its mass is filled with alcohol is 40. عايز الدينستي of alcohol. فانا بقولي الريلاتيف دنستي هنا هي المسوف alcohol على المسوف water. طب المسوف الالكحول واحد يقولي 40. هقوله لا 40 minus 3. دعيني ده وزن الكحول بالتانك. فبالتالي وزن الكحول الواحده سيرتي سيفن. ووزن الماء مش 50 يا 50 برضو ماينس 3. لا يديني 0.787. ده الريلاتيف دنستي. بقى الدنستي اضربه في ساوزانت اللي هي 787 كيلو جرام كيوبك ميتر. عايز احسب الفوليوم هيبقى الماس على الدنستي. بس هو قال لي الفوليوم افزا كونتينر. هقول له ما هو. الفوليوم بتاع الكونتينر هو الفوليوم بتاع الالكحول اللي جواه لان الالكحول ده مليه الاخره. فهقول له ما هو في الكحول على الدنستي اف الكحول. هيديني الفوليوم اف الكحول. والفوليوم اف الكحول هو هو الفوليوم بتاع الكونتينر اللي موجود جواه. اذا الاجابة هتبقى point 3. دنستي 787. وفوليوم 0.047. بكده يا فندم نكون وصلنا معاكم اعزائي المشاهدين لنهاية حلقة اليوم. وكانت دي عن الكسافة وجزء كبير من مراجعة على الكسافة النهاردة. بنشكر آآ مستر محمود عامر علي خبير مادة الفيزياء بوزنة تربيه والتعليم. شكرا لحرارك فندم على هذا الشرح. آآ شكرا لحضرك ساعدت بوجوده مع حضرك. واتمنى التوفيق يا ربي دايما بإذن الله. ان شاء الله كل زملائنا وكل طلاب الصف الثاني السنة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. بنشكركم معزائي مشاهدين وبنلتقي بكم دوما على خير.